شاهدين الكرام نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للمعلق الأمريكي نيوكالس كريستوف يناقش فيه علاقة بلاده مع السعودية قائلا إن أهميتها بصفتها منتجا للنفط قلت عن ذي قبل ولم تعد أمريكا في حاجة إليها ويدعو كريستوف الذي وصف ولي العهد السعودية محمد بن سلمان بالسيد من شار العظام لاستخدام واشنطن من نفوذها لوقف بيع السلاح إلى السعودية حتى تنهي الحرب في اليمن ويعبر الكاتب في مقاله والذي جاء تحت عنوان سألت ناس في السعودية عن ولي العهد القاتل المجنون عن عدم ارتياحه للزيارة التي قام بها لدولة بوليسية على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لدينا نفوذ للتأثير على المملكة العربية السعودية وعلى محمد بن سلمان تحديدا لماذا لا نستخدمه هكذا قال في تقريره نيكولاس كريستوف دكتور إدوارد ودعني أطرع عليك السؤال لماذا لم تستخدم أمريكا حتى الآن نفوذا حقيقيا على محمد بن سلمان حتى لو أدى في الأمر مثلا إلى أن يزال الرجل أو أن يرحل الرجل من سدة الحكم هذا سؤال مهم هنا في الولايات المتحدة أيضا ليس فقط نيكولاس كريستوف التحدث عن ذلك حول العلاقة علاقة النفوذ والقوة بين السعودية والولايات المتحدة هذا رأي عدة أعضاء في الكونغرس ومنهم لينزي جرام الذي هو جمهوري وقريب جدا من الرئيس ترامب وقد كرر عدة مرات أن السعودين يحتاجون الولايات المتحدة أكثر من احتياج الولايات المتحدة للسعودية لماذا لم تتخذ السعودية من نفوذها وسلطتها هناك أسباب أولها أولا إذن أن واشنطن ما تزال تحتاج السعوديين إلى حد ما بالرغم من أن طبيعة العلاقة قد تغيرت لكن تركيز الاستراتيجية الأمريكية حول عزل إيران والسعودية تلعب دورا مهما في ذلك ثانيا حتى لو أن الولايات المتحدة لم تعد تتمد على النفط الشرق الأوسط فإنها تتأثر بإنتاج السعودية وهذا هو السبب الثاني ثم بتباعة الحال هناك سؤال أوسع ومهم أيضا حول العلاقات المالية بين السعوديين ورئيس ترامب وأسرته وهذا شيء سينظر فيه مجلس النواب الذي سيكون تحت سيطرة الديمقراطين قد يبدأ في الشهر القادم عندما يتولون رئاسة والأغلبية في مجلس النواب وقد كان هناك تصريحات وتساؤلات حول هذه العلاقة المالية وكان هناك إشارات إلى عزمها على أن تنظر في العلاقة المالية ليس فقط مع السعودية ولكن مع روسيا ومع بلدان أخرى لتجد إن كان هناك تأثير مالي ويؤثر في السياسة الأبريكية إذن هذا ما نعرفه وما سيحدث عندما يتولى ديمقراطيون رئاسة البلجس النواب شكرا إدوارد جوزيف أستاذ العلاقات الدولية جماعة جون هوبكنز كنت معي عبر الأقمر الاصطناعية من واشنطن أشكرك شكرا جزيلا أعود إليك دكتور لقات للحقيقة البعض أقول أن دائما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمصلحتها والبعض حتى لا يتفهم حتى هذه اللحظة الأسد قتل مئات الألاف ولم تتحرك أمريكا وهناك أيضا أمثلة أخرى لماذا كل هذا التحرك ضد مقتر رجل واحد حتى لو كان المسؤول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما قال بعض المسؤولين السعوديين لكريستوف نيكولاس هو أحشوف أولا الأسد مدان حتى التعامل معه بالمستقبل إن تم فهذا لن يبرأ من دماء مئات الألاف السوريين كما أشارت حضرتك الأمر الآخر أن السعودية بلد مهم جدا للولايات المتحدة بلد مهم للشرق الأوسط والسياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بالتالي وجود ملك مستقبلي يعني ليس لأنه هو الإعاد هو ملك مستقبلي وجود ملك مستقبلي قد يحكم على قول قراهم لأربعين عاما صحيح وهو مضرج بدماء أو بيده دماء شخص على العلن وقتل بهذه الطريقة البشعة في قنصلية بلاده يعني حتى بطريقة غير سوية كما قال ترامب صحيح حتى لا يستطيعون يخبؤوها أو يحاولون إزالة الأثار أسوأ عملية التستر هذا الأمر يضغط بشدة على المخيال الأمريكي الأخلاقي نعرف أن أمريكا قتلت كثيرين المخابرات الأمريكية والولايات المتحدة مسؤولة عن انقلابات وعن ملايين وليس مئات ألوف في العالم خلال السنوات الماضية منذ الحرب العالمية الثانية في فيتنام في العراق في أفغانستان في دول كثيرة أخرى انقلابات عسكرية في أمريكا اللاتينية وسواها الولايات المتحدة مسؤولة ولكن التراجيديا اللي أحيطت بها قصة خاشقشي وأيضا الذكاء التركي حقيقة في إبراز حقوقهم فيما يتعلق بسيادتهم على أراضيهم وكيف أن الجريمة تمت في تركيا ولا ننسى خلفية العلاقات التركية السعودية ومسؤولية ولي الأهد السعودي بالإضافة لإمارات فيما جرى في تركيا من انقلاب عسكري ودعم للأكراد وهذا مخفي يعني تحت الغطاء هناك دعم سعودي إماراتي للأكراد في سوريا ضد تركيا نعم وهذا أمر أيضا تركيا لا يمكن أن تتساهل فيه هناك عملية كسر عظم ما بين الدولتين وبالتأكيد مقتل خاشقشي أضاف لها بعد مختلف وأعطى تركيا السلاح الذي تحارب به سلاح جديد من ناحية تدافع عن سيادتها ومن ناحية أخرى هي تحاول أن ترد الصعصاعين إلى السعودية من نهاية هناك معركة في الشرق الأوسط على الصعيد السياسي والإعلامي والأخلاقي والولايات المتحدة يجب أن تصل إلى مخرج ترامب ليس لديه مصلحة في وجود يعني أمريكا حقيقة ليس لديها مصلحة في استمرار وللعهد السعودي الحالي أصلا هو وصوله إلى هذا المكان تم بتواطعه مع إدارات ترامب وليس مع المؤسسة الأمريكية المؤسسة الأمريكية كانت دوما تفضل محمد بن نايف حتى على الصعيد الأمني لأنه رجل أداء مكافحة الإهراب لسنوات طويلة وتعاون معهم لكن وصوله تم بتواطعه مع إدارات ترامب بمباشرة بعد وصول ترامب للسلطة تم عملية إقالة وللعهد السعودي وتصعيد محمد بن سلمان لذلك من يدافع عنه هو ترامب ومصارح الشخصية وليست المؤسسة الأمريكية ما يجري في الكونغيرس هو إرادة المؤسسة الأمريكية بما فيها المخابرات بالمناسبة المخابرات تشتغل ضد إدارات ترامب ولذلك بمجرد دخلة هاسبرل إلى الكونغيرس خرجت صار القرار لأنه عرفه ما الذي جرى من أمر فضيع أعتقد الرصاصة أطلقت إعادتها لمسدس أمر عصيب حتى لقاء ابنتنياهو لن يغير شيء بث المقالة والإخوان صحيح الأمر كله سيزيد سوء نعم وسيجعلهم في زاوية أكثر حرجا الدكتور لقاء ميكي باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات أشكرك شكرا جزيلا شاهدين الكرام بعد الفاصل نواصل المسائية وفيها الاتحاد الأوروبية تقدموا بمبادرة لتسوية الأزمة الخليجية والكويت تقول قطر لم تحرق مراكب العودة للمصالحة ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر